اشتركوا في القناة من خلال وضع الآليات المناسبة لحمايته وفي هذا الإطار تحرص المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على مواصلة جهودها من خلال اختصاصات مفوض حقوق الطفل لتقديم كل أشكال التوعية والتثقيف بحقوق الطفل إلى جانب وضع الآليات المناسبة لتوفير الرعاية لهم وحمايتهم من سوء المعاملة إنشاء هذا المقعد مفوض الطفل للتركيز على عمل المؤسسة في إطار حماية حقوق الإنسان وحقوق الطفل الحقيقة حقوق الطفل هي جزء من عمل المؤسسة ومفوض الطفل يعمل وفق قانون الإنشاء المؤسسة قانون إنشاء المؤسسة هو مراقبة المؤسسات الحكومية في ضمان حقوق الإنسان وضمان حقوق الطفل بالدات فبالتالي هو يركز على عمل الوزارات الخاصة والعاملة في مجال حقوق الطفل ويعنى مفوض حقوق الطفل بالقضايا التي تواجه الأطفال ويعمل على حماية وتعزيز مصالح الطفل الفضلة ودعم الجهود الوطنية التي تعنى بحماية الطفل بالشراكة مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية ذات العلاقة المفوضية في بدايتها هي الإنشاء وهذا الإنشاء بحد ذاته هو تحدي كبير ومن ثم عندنا الخطوة الأخرى هو المعرفة معرفة المجتمع بهذا المنصب ومعرفة الجهات الحكومية بهذا المنصب من جهة مهمة جدا التثقيف التثقيف المجتمعي وعلى رأس جمعيات المجتمع المدني وأيضا الوزارات الخاصة والعاملة على الطفل وبالتالي بعد مرحلة الإنشاء الآن نحن في مرحلة التثقيف والتعريف بهذا المنصب ومد المجال العمل في هذا المنصب تطور مستمر يشهده مجال حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأطفال بشكل خاص لقدم أفضل الأمثلة والنماذج المتقدمة التي تعكس اهتمام المملكة وحكومتها لتحقيق أعلى مستويات الحماية للأطفال باعتبارهم من ضمن الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر